يقول يا شيخ واحد من زمنائي عند خبرة في الانترنت يقول فدخل يوم من الايام على موقع هذا الموقع متخصص في الصور السيئة يعني الخليعة تشترك لمدة خمس سنوات بخمسمائة ريال او دولار ما ادري ويرسلون اليك في كل اسبوع ملفا الى ايميلك في مجموعة من الصور جاء هذا واشترك وصار كلما جاءت الصور يحملها في الجوال معه واذا جلس مع اصحابه بدأ يريهم اياها شوفوا يا شباب يا اخي من وين وكيف نريد مثلك قال لا هذا خمسمائة قالوا طيب اخبرنا اين الموقع ونشترك خمسمائة سهلة قال لا انا ساوفر عليكم كل واحد منكم يعطيني ايميلي وانا اعمل لها عندي مباشرة لما توصلني اعمل اعادة ارسال وارسلها لكم قالوا ممتاز وبدأ كل واحد يعطي ايميل له ايميل اخي ايميل صديقه جمع مجموعة من الايميلات وجاء وبرمجها عنده في الكمبيوتر وصار الايميل من هناك يصل ويرسل مباشرة اوتوماتيك الى خمسين ولا سبتين ولا مئة ايميل كلما جلس معهم فاذا هو قد فتح القدس كلما جلس يا اخي ما شاء الله عليك والله الصور رائعة هذا الاسبوع وكيف وعملت وفرحان مضى ستة اشهر ووقع عليه حادث ومات مات يقول صاحبه يا شيخ صلينا على الرجل ودفناه ثم اقبلت وفتحت الايميل عندي فاذا فيه رسالة منه جديدة فتحت الرسالة فاذا هي صور خليعة قلت لا يمكن هذه رسالة من زمان وانا ما انتبهت ليها عذب لمشتر جيم ومسحتها يقول جئت الاسبوع القادم فتحت الرسالة فاذا فيه رسالة واذا هي رسالة جديدة منه وهو في قبره مات فتحتها فاذا هي صور خليعة ملف فادركت ان الرجل قد وضعها اوتوماتيك فارسلت الى الموقع قلت يا جماعة الاشتراك الذي الموقع الايميل الفلاني اوقفوه الرجل مات فردوا عليه قالوا اعطنا الباسورد الكلمة السرية اللي هو اشترك بها قلت ما اعرف قالوا اذا بقي له اربع سنوات ونصف يقول انا يا شيخ بنكمل سنتين ولا يزال يرسلي في كل اسبوع ويرسل لي اصحابي يقول الله سبحانه وتعالى انا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا واثارهم اللي تركوها تركوها في الحياة قبل الموت وكل شيء احصيناه في امام مبين فانا اقول ايها الاخوات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطعه باللسانه فإن لم يستطعه بقلبه وليس وراء ذلك أن الإيمان حبته خردل وسبب اللعنة التي تنزل بالأمم تركهم الامر بالمعروف يجب عليك لتضع بصمة في الإسلام انسان عنده معصيها على الاقل يا اخي لو بلسانك لو تقول يا اخي اتق الله يا اخي امسح الصور اللي في جوارك يا اخي اتق الله كلنا نقدر نكون علاقات مع بنات لكن اخي حرام ترضى لاختك ترضى لأعمتك ترضى لأمك ترضى اتق الله في نفسك على اقل بصمتك في الإسلام يا اخي انك تأمر ونعروفتين عن المنكر